وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصرية أكد فرانس تيمير مانس نائب رئيس المفوضات الأوروبية المسؤول عن ملف المناخة أكد أن مصر تتمتع بقدرات هائلة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية وعلى هامشي فعالية قمة المناخ أضاف المسؤول الأوروبي أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي سيحددها الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي سيحددها الطاقة والتحول نحو الطاقة المتجددة تتمتع مصر بقدرات لا نهائية في طاقة الرياح والطاقة الشمس وتستثمر مصر فيها تحتاج أوروبا إلى مزيد من الكهرباء وتحتاج إلى الهايدروجين الأغدر في المستقبل هذه شراكة مقدرة ستمثل أمرا مفيدا ويحقق أرباح وسيفيد مصر ويحقق تنمية في مصر إنه موقف يربح فيها الجميع من الجانبين بالنسبة إلى مخرجات هذا المؤتمر كيف يمكن تطبيقها من الواضح أننا وتوصلنا إلى عدة اتفاقات مع مصر متعلقة بتحول الطاقة وسنوقع اتفاقا آخر بالغد إذن قال الوزير الشكري أن الأمر يتعلق بالتنفيذ إن ما نفعله مع مصر هو التحول الطاقة وهو تنفيذ بالطبع وتحول نحو الطاقة ترجمة نانسي قنقر